اكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية ان حضر صيد الاسماك في مواسم معينة يحافظ على المخزون السمكي ويضمن استمرارية الاحياء البحرية وقال مدير ادارة الرقابة البحرية في الوكالة خالد الشيراوي ان حضر صيد الربياني يأتي ضمن الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون البحري مؤكدا على وجود متابعة حثيثة لهذا الملف من قبل مسؤولية الوزارة من اجل النهوض بالثروة البحرية وتنمية الموارد البحرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي واشار الى وجود خطة متكاملة لتوعية الصيادين بضرورة المحافظة على الحياة البحرية وعدم استياد الاسماك الصغيرة المحظور صيدها او استخدام معدات الصيد الممنوعة اضافة الى وجود خطة لزيادة فرق الرقابة البحرية لضبط المخالفين اشتركوا في القناة